الله اكتب الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي رجاء ولي الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم في البقعة المباركة صدق الله العلي العظيم تكملة لحديثنا في الأسبوع الماضي عن الموضوع البالغ الأهمية الذي نحتاج إلى جوانب من هذا الموضوع في كل يوم من أيام حياتنا مرات عديدة وهو موضوع البركة هناك نقاط نسردها لنستنتج ونستخلص منها نتيجة مهمة في المجال المرتبط بالعقيدة وفي المجال المرتبط بالعمل النقطة الأولى الشيء المبارك الشيء المبارك الشيء المبارك قد يكون مزيلاً للمساوئ مثال الشيء المبارك بالنسبة إلى المساوئ مثال المعقم بالنسبة إلى الفيروسات والبكتيريا كما أن الفيروسات تزيل كما أن المعقم يزيل الفيروسات كذلك الشيء المبارك قد يكون مزيلاً للمساوئ المساوئ وكما أن المعقمات درجات بعضها تزيل قليلاً من الفيروسات بعضها بعضها تزيل كثيراً من الفيروسات بعضها تزيل كل الفيروسات تقريباً كذلك الشيء المبارك من هذا النمط أحياناً يزيل بعض المساوئ أحياناً يزيل كثيراً من المساوئ أحياناً يزيل كل المساوئ النقطة الثانية النفع والضرر يلزم أن يقاس معاً حتى تكون النتيجة نتيجة صحيحة لا يصح أن ننظر إلى مساوئ شيء ولا ننظر إلى محاسنه كما لا يصح أن ننظر إلى محاسن شيء ولا ننظر إلى مساوئه يلزم أن ننظر إلى القضية إذا أردنا أن تكون النتيجة نتيجة صحيحة النقيس المحاسن بالمساوئ الفوائد بالمضار محاسن ركوب السيارة فيه أضرار كبيرة جداً جداً الكثير الكثير من الناس يقتل بسبب حوادث السيارات الكثير الكثير من الناس يصاب بكسور من جراء حوادث السيارات الكثير الكثير يصاب بجروح قد تكون خطيرة بسبب الركوب في السيارة الكثير الكثير قد يفقد قوة الكثير الكثير قد يفقد جزءا من جسمه الكثير الكثير يصاب بإعاقة بسبب ركوبه في السيارة إعاقة قد تمتد معه إلى آخر عمره وغير ذلك كم هي مظار الركوب في السيارة الله العالم في إحدى بلاد المنطقة إحصائية رسمية من الجهات الحكومية في ذلك البلد أن الأشخاص الذين يقتلون سنويا بسبب حوادث السيارة كنسبة من كل مليون شخص في ذلك البلد سنويا مليون شخص يركب في السيارة يستعمل السيارة سنويا يقتل أكثر من أربعمائة شخص ويصاب سنويا بإصابات بليغة من كسور شديدة من جروح عميقة خطيرة من إعاقات من نقص عوض من فقدان قوة إلى غير ذلك الذين يصابون كمعدل من كل مليون شخص يستخدم السيارة في ذلك البلد في السنة أربعة آلاف شخص يصاب بأصابات بليغة يعني لو فرضنا أن نفوس ذلك البلد الذين يستخدمون السيارة لو فرضنا أن عددهم عشرة ملايين طبعا هو أكثر في مقابل عشرة ملايين يستخدمون السيارة سنويا أربعة آلاف شخص يموت في حوادث السيارة أربعون ألف شخص يصابون بأصابات بليغة فهل يقبل العقلاء أن شخصا يقول أخطار كبيرة في ركوب السيارة فأنا لا أركب السيارة إلا للضرورات هذا المنطق مقبول عقلائيا كلا العقلاء يرفضون هذا المنطق يعتبرون هذا الشخص الذي يقول هكذا كلام وسواسيا لماذا أخطار الركوب في السيارة كثيرة جدا أنا لا أركب السيارة إلا للضرورة الضرورة ضرورة غير الضرورة لا أركب في السيارة لماذا هذا المنطق غير مقبول عقلائيا لأن أضرار السيارة أركب أضرار الركوب في السيارة كثيرة جدا ولكن أنظر إلى منافع أيضا لماذا يعتبرون هذا الشخص وسواسيا لأنه نظر إلى أضرار الشيء من دون النظر إلى منافع ذلك الشيء فقط نذكر أضرار أضرار شيء هذا خطأ النتيجة تكون خطأ أسرد مظار الشيء أسرد منافع ذلك الشيء قارن بين المظار والمنافع ستخرج بنتيجة عقلائية قد تكون صحيحة البركة الشيء المبارك قد يصيبك ببعض الأشياء السيئة ولكن أنظر إلى منافع ذلك الشيء المبارك قد يصطحب مع هذا الشيء المبارك أشياء سيئة ولكن لأجل هذه الأشياء السيئة أن أترك هذا الشيء المبارك هذا المنطق غير عقلائي انظر إلى المساوئ التي هي موجودة معه وانظر إلى الفوائد التي تكون في هذا الشيء المبارك الشيء مبارك يعني ماذا يعني توجد فيه فوائد هامة قارن هذه الفوائد بتلك المساوئ هذه المحاسن بتلك المساوئ عند ذلك استنتج نقطة ثالثة النافع الأخروي وهو الأعظم بكثير من كل المنافع الدنيوية الشيء الفلاني فيه مظار الدنيوية شيء مبارك فيه مظار الدنيوية نعم انظر إلى المنافع الأخروية المنافع الأخروية لا تقل أهمية عن المنافع الدنيوية بل أصلاً لا قياس بينهما انظر إلى المنافع الأخروية التي تحصل عليها من هذا الشيء المبارك أحياناً بركات شيء تسوى أن يفقد الإنسان أشياء عظيمة في الدنيا في سبيل تحصيل هذه البركة الأخروية أحياناً تسوى أن الإنسان يضحي بحياته في سبيل هذه المنافع الأخروية كمثال نعرف هذا المثال زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فيها من البركات ما لو فقد الإنسان حياته في سبيل تحصيل هذه البركات يسوى ذلك هذا طبعاً في الزيارة العادية في الأيام العادية ناهيك عن أيام مخصوصة لزيارته التي تلك البركات تتضاعف أحياناً مئات الأضعاف الروايات مستفيضة لعلها متواترة أصلاً الإنسان إذا فقد حياته في هذا الطريق يسوى البركات بعضها هكذا ليس كلها طبعاً بهذه الدرجة ولكن بعضها قد تصل إلى درجة من الأهمية تلك المنافع تكون بدرجة من العظمة يسوى أن الإنسان يفقد حياته كلياً يموت يقتل الشيء الذي حصل عليه أعظم بكثير من حياته الدنيوية بقية الأمور المباركة أيضاً بدرجات مختلفة هكذا بعضها تتضمن منافع أخروية أنا هذه المنافع الأخروية لا أفقدها في سبيل أن أحافظ على منافع دنيوية لا في سبيل أن لا أتضرر ضرراً دنيوياً غلاط المنطق لأن تلك المنافع لا تقاس بهذه المظار نعم إذا كان هناك ضرر أخروي فيكون من التزاح لاحظ باب التزاح نعم ولكن لا تقارن هذه المنافع الأخروية بكل المظار الدنيوية القضية ليست فقط زيارة المولى سيد الشهداء صلى الله عليه هذا المثال هذا النموذج الأعلى مجالس الإمام الحسين هكذا تسوى تلك البركات والآثار الأخروية تسوى أن الإنسان يفقد أشياء كثيرة في الدنيا في سبيل تحصيل تلك البركات خدمة الوالدين تسوى أن الإنسان يفقد أشياء دنيوية مهمة في سبيلها في سبيل تحصيل بركات خدمة الوالدين خدمة أصلاً المؤمنين حتى غير الوالدين تسوى أن الإنسان يضحي بأشياء ثمينة دنيوية لأن البركات بركات كبيرة أخروية آثار كبيرة أخروية هذه نقطة ثالثة النقطة الرابعة نموذج جسم الإنسان بالكامل مغطى بالملايين وكلمة الملايين صغيرة مغطى بالملايين من البكتيريا يقال سنتيمتر واحد من راحة الكف فيه أكثر من عشرة ملايين بكتيريا في الحالة الطبيعية سنتيمتر واحد مربع على سطح راحة اليد فيه أكثر من عشرة ملايين من البكتيريا يعني ماذا؟ يعني أنت الآن ادخل إلى الحمام اغسل كل جسمك بصابون مزيل قوي للفيروسات والبكتيريا تخرج من دون أن تمس أي شيء من دون أن يتوسخ ظاهر جسمك خلال دقائق أو لعله أقل من دقائق جسمك يمتلئ بالملايين من البكتيريا الجسم هو كذلك جسم كل إنسان لا حتى غير الإنسان الحيوانات أيضا هكذا حتى النباتات التي فيها شيء من الحياة البكتيريا تملأ جسمك هذه القضية جديدة الآن لا منذ أن خلق الله عز وجل آدم هذه طبيعة الجسم البشري وطبيعة البكتيريا على الأرض إذن لماذا الدين الحنيف أمر وأكد أيما تأكيد على المصافحة مصافحة المؤمن على مهانقة المؤمن يا أخي بالمصافحة تنتقل بكتيريا أحيانا بالملايين تنتقل بعض البكتيريا غير موجودة على جسمك موجودة على جسمه تنتقل منك إليه منه إليك لماذا الإسلام أمر لأن مضار هذه النقطة التي ذكرناها قبل قليل هذا مثال هذا نموذج لأن مضار انتقال هذه البكتيريا هذه الكمية من البكتيريا مضار انتقالها من يده إليك من يدك إليه أقل بكثير من منافع تحصل عليها منافع دنيوية منافع قد تكون جسمانية من منافع كثيرة تحصل عليها أو قد تكون منافع أخروية الضرر موجود ولكن نسبة هذا الضرر بالنسبة إلى تلك المنفعة لا شيء أمر الإسلام أكد الإسلام يعني ليس عقلائيا أنني أقول أنا لا أريد أن أحصل على ربح ألف دينار لأنني سأخسر عشرة دنانير هذا ليس عقلائيا خسارة عشرة دنانير في مقابل حصولك على ألف دينار هذه خسارة مجبورة جبرة خسارة مستدركة الشيء استدرك هذه الخسارة حصلت على ألف دينار اخسر عشرة دنانير لكي تحصل على ألف دينار اخسر بعض الخسارة بمصافحة مؤمن بمعانقة مؤمن توجد خسارة الخسارة ليست اليوم ليست بفيروسات اليوم الخسارة منذ أن خلق الله عز وجل الآدم على الأرض الإسلام يلاحظ هذه الخسارة مع ذلك أمر لماذا أمر؟ لأن النفع أكبر بكثير من هذه الخسارة البكتيريا اكتشفت قبل أكثر من 300 سنة 1670 قبل أكثر من 300 سنة البكتيريا مكتشفة ولكن إلى الآن هذا التقرير قبل أقل من 10 سنوات إلى الآن لم تكتشف أنواع البكتيريا إلا ما يقارب من 5% فقط يعني ما يقارب من 95% من البكتيريا باعتراف علمائهم لم تكتشف إلى الآن أصلا أساسا أساسا أن كلامي ليس عما يقوله العلم الآن عما توصل إليه العلم لا كلامي عن شيء أرقى من ذلك عما يأمر به الدين الحنيف الذي أثبت بالأرقام أنه أكثر تطورا بكثير أرقى أكثر تقدما بكثير مما توصل إليه العلم كما توصل قبل لعله أقل من 20 سنة تقريبا حتما قرأتهم أو رأيتهم أن الماء يتأثر هذا ما توصل إليه كم هذا التقرير هذا النتيجة صحيحة غير صحيحة لا عليه ولكن هذا شيء الذي قالوه أن الماء يتأثر بأمور معنوية العقيدة تؤثر قد تؤثر العقيدة بحب أهل البيت تجعل بركات خاصة في يده بركات جسمانية قد تكون قد تكون أقول لا أعلم بركات دنيوية بركات أخروية مع ملاحظة انتقال بكتيريا لينتقل هذه الكمية من البكتيريا ولكن تحصل على فائدة كبيرة هذه النقاط نستخلص منها نتيجة النتيجة أذكرها ضمن مثال هذا المثال بجرد مثال النتيجة أوسع من هذا المثال هذا المثال مصداق المجالس الحسينية مجالس أهل البيت مجالس أفراح أهل البيت مجالس مصائب أهل البيت صلوات الله عليه قد تكون قد تكون تزيل يعني بعض المجالس ربما هكذا تزيل الفيروسات كليا من ذلك المجلس قد تكون قد تكون مجالس لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لإحياء ذكرهم لا تزيل الفيروسات تقلل من نسبة الفيروسات يعني الفيروسات تكون في هذا المجلس أقل من الفيروسات في المجالس المشابه التي لا ترتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام قد تكون لا أصلا لا ارتباط لها بإزالة الفيروسات قد يكون مجلس قد يكون مجلس حاله وحال أي اجتماع آخر من جهة الفيروسات حتى على الاحتمال الثالث الاحتمال الأول واضح عظمتها كذا مجلس الاحتمال الثاني واضح عظمتها كذا مجلس لا حتى على الاحتمال الثالث أن يكون مجلس حال مجلس لأهل البيت لأحياء ذكر أهل البيت عليهما صلى الله عليه وسلم حاله حال المجالس العادية حتى المجلس الذي يكون هكذا البركات الكثيرة الدنيوية والأخروية تجعل احتمال الضرر محلا للملاحظة مع احتمال الضرر لنفرض أن هذا المجلس حاله وحال أي مجلس آخر لو كان هكذا ولكن لاحظا الفوائد التي تحصل عليها في هذا المجلس المرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فوائد ما هي فوائد بلايا دنيوية عظيمة تدفع عنك فوائد أخطار دنيوية كبيرة تبتعد عنك أخطار كبيرة دنيوية تبتعد عن نسلك أنت حضرت نسلك ما حضروه أنت الذي تحضر كم من البركات تشمل نسلك فوائد فوائد وفوائد وفوائد الروايات الشريفة ذكرت هذه الجوانب بعض هذه الجوانب الفوائد فوائد تشملك أنت الحاضر في المجلس تشملك تشمل حتى جداً الروايات عجيبة في هذا المجال تشمل حتى الملائكة التي تحضر في تلك المجالس ملائكة الله المطهرة ملائكة الله المعصومون يحصلون على فوائد من مجلس يذكر فيه آل محمد صلواته الله وصدق الله وعلي محمد الملائكة من الأرض تصعد إلى السماء ملائكة السماء تقول لها أين كنتم مضمون الرواية الشريفة فإنا نشم منكم رائحة لا نشمها من رائحة طيبة لا نشمها من أحداً من الملائكة يقولون كنا في مجلس في الأرض كنا في مجلس ذكر فيه آل محمد صلوات الله وصدق تلك الملائكة تقول لهذه الملائكة خذونا إلى ذلك المكان حتى يعلق على أجسامنا من ذلك العطر من ذلك الطيب يقولون لا المجلس انتهى والحضور تفرق ما بقي أحد يقولون خذونا إلى ذلك المكان الذي ذكر فيه آل محمد صلوات الله وصدق بركات تشمل حتى الملائكة ناهيك عن من يحضر ناهيك عن الروايات التي تؤكد شمول البركات لنسلك لنسلك يعني من؟ يعني أولادك الذين بعده لم يولدوا أصلاً هذه البركات يلزم أن تلاحظ أم لا هذا كنموذج مجالس أهل البيت وبركات مجالس أهل البيت كنموذج كلامنا عن البركة حتى نعرف أن نتعامل تعاملاً صحيحاً مع الأشياء المباركة أي شيء مباركة الأشياء المباركة ما هي؟ أزمنة مباركة أماكن مباركة أشخاص مباركون أعمال مباركة أجواء مباركة وغير ذلك طبعاً كيف نتعامل مع الشيء المبارك؟ لا تقارن الشيء خلاصة الكلام لا تقارن الشيء المبارك إلا ببركة أعلى منها من تلك البركة الموجودة في ذلك الشيء لا تقارن الشيء المبارك بأشياء الدنيوية بحته الأشياء الدنيوية لا تلقى إلى هذا المستوى نعم يوجد شيء مبارك وشيء مبارك آخر تخرج من البركة إلى بركة أكثر منها نعم هذا صحيح هذا المنطق صحيح لأن ننظر إلى شيء مبارك من منظار دنيوي من منظار مادي بحت لا هذا منطق غلاط الأزمن المباركة أشكال بعض الأيام مباركة قمة البركة في الأيام يوم الغدير بعض الأشهر مباركة شهر رجب كما ورد في الروايات الشريفة تصريح بأنه فيه بركة شهر مبارك والشهر كله ذكريات مواليد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قمة قمم البركات يا أخي في مثل هذا اليوم ولد إمام معصوم يعني ماذا ولد إمام معصوم يعني أن الله عز وجل في مثل هذا اليوم أنعم على البشر وعلى الملائكة وعلى الجن وعلى جميع الخلق لا أقول أنعم عليهم ببركة أنعم عليهم بشخص كل بركات الكون مرتبط به اللهم صلى الله محمد الله يفرحون لفرحنا أي فرحة هذه توجد فرحة أكبر من هذه الفرحة أيام عظيمة مباركة الإنسان يتعلم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كيف يخاطب الله كيف يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم أني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب وأتقرب بهما إليك خير القرب يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته والعفو عما في ربقته فأنت مولاي أعظم أمله وثقته اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الآخرة وما هي إليه صائرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر